موسيقى صباح الخير مجددا تنطلق اليوم حواريا أولى المواعيد اللبنانية لهذا الأسبوع وتنتظر اليوم دوليا نتائج لقاء بوتين أوباما مع تسارع التطورات السورية وبين لبنان وسوريا أكثر من محور نعالجه في حوار اليوم مع ضيفنا الكاتب والمحل الأسياسي على الحجازة صباح الخير صباح الخير اليوم حوار الأربعة رئاسة الخميس حكومة أسبوع دسم بالمواعيد اللبنانية وحيفل ويمكن المواعدين الجايين مرتبطين بشو سيصير اليوم على طولة الحوار نتوقع برأيك نتائج مغيرة عما سبق لا أعتقد على ما يبدو أن الأمور بعدها تروح ما كان لا حتى أنه اليوم صار عندنا بند جديد على طاولة الحوار وهو للأسف بند إشكالي مسألة المساقية بما يتعلق بجلسات مجلس الوزراء وبالتالي واضح جدا أن الأمور على طاولة الحوار لا تزال تتراوح ما بين يعني بالحد الأقصى كان يقال بأنه الجلسة مفيدة لم يخرج أحد مرة من طاولة الحوار ليقول بأن هناك أفق للحال بس ولكن هذا لا يعني أن طاولة الحوار غير مفيدة طاولة الحوار مفيدة لإبقاء التواصل ما بين القوى السياسية اللبنانية وبالحد الأدنى عدم دخول البلد بتوترات أكانت سياسية أو مذهبية أو ما شابه ولكن أعتقد أن الوضع الإقليمي الضبابي لا يزال ينعكس على طاولة الحوار وبالتالي أفق لحلول تتعلق بملفات الملفات التي تدرسها طاولة الحوار لا أعتقد أنه فيه أفق إيجابي في الموضوع نعم بالنسبة للوطن الحر كان أعلم من الثلاثة الماضية أنه الميثاقية هي عنوان المرحلة بالنسبة له ويجب أن تحدد مفاهيم هذه الميثاقية برأيك رح تلبى طلباته أو لا مكفيين بالمسار الثاني يعني هلأ موضوع الميثاقية موضوع إشكالي في لبنان والأسف مثل بقية الإشكالات الأخرى كل شيء في لبنان حتى ملف النفايات صار في عليه إشكال حتى ما يكون فيه إشكال حول الميثاقية وغير الميثاقية في تجربة للأسف كانت تجربة سيئة في عهد الرئيس السابق مسألة خروج الوزراء الشيعة قبل انتخابه بعد بعهد الرئيس الحو بعهد الرئيس الحو بنهاية صحيح دخلنا بمرحلة الفراغ في كانت تجربة سيئة يوم التخرج وزراء حركة أمل وحزب الله يشكلون الصقل الشيعي الحقيقي وبقت الأمور ماشي مثل ما هي وأصر يومها الرئيس السانيوري على اعتبار أن هذا الأمر لا يسقط عن الحكومة مساقية أو طيار المستقبل ككل ولكن كان المنظر الرئيسي للموضوع يومها الرئيس السانيوري اليوم يعتبر التيار الوطني الحر أنه غيابه وفي ظل استقالة وزراء الكتاب وطبعا تعليق وزير قز الاستقالته وعدم مشاركة القوات اللبنانية هو يعتبر اليوم أن الصقل المسيحي خارج الحكومة وبالتالي المسيحيين غير ممثلين داخل الحكومة في طرف آخر يعتبر أن وجود ممثل لتيار المرضى الوزيرة شبطيني يكفي لأن يقال بأن هناك مشاركة مسيحية بطرص حارب ميشيل فرهون صحيح حودي الوزراء ولكن أعتقد أن حتى التيار الوطني الحر يدرك تماما بأن الحكومة حاجة في هذه المرحلة وبالتالي لابد من المحافظة عليها مسألة اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء تعالج والمهم أن لا تذهب الأمور إلى الاستقال لأن اليوم لا يزال هناك رغبة لدى كل الأطراف بالمحافظة على الحكومة بالرغم من كل المساوئ من رغم من أن هذه الحكومة لم تعد منتجة بالشكل الكافي ولكن هذا لا يعني أبدا بأن الحكومة اليوم حتى التيار الوطني الحر يريد التضحية بها اليوم دعونا ننتظر الرئيس البرية عادة هو صاحب المخارج في كل المواضيع التي يكون فيها الإشكال بموضوع الحكومة لا هو واضح ومع بقاء الحكومة ومثل حزب الله على كل حال لم يكن إلى جانب تيار الوطني الحر حتى التيار الوطني الحر أنا حاولت أقول بالفكرة السابقة بأنه لا يريد استقالة من الحكومة حفاظا على هذه الحكومة دعونا نرى اليوم مسألة الحوار الوزير باسيل سوف يفتح الرئيس بري ويسأله حول موضوع المساقية وإذا ما كان ما يجري في مجلس الوزراء هو ميساقي طبيعي جدا السؤال الطبيعي السؤال الذي يطرحه الوزير باسيل حول إذا ما كانوا هناك شركاء في هذا الوطن أعتقد بأن الرئيس بري حريص على المشاركة المسيحية الفعالة في الحكومة وفي مجلس النواب وفي كل القرارات في البلد اليوم أنا بعتقد أنه حتى مسألة أنه الانتهاء من الوصول إلى حل بموضوع المساقية وعدم المساقية ما بعتقد أنه لا تقدر طاولة الحوار توصل فيها إلى نتيجة وبالتالي الموضوع سيأخذ المزيد من البحث وأعتقد أن الأمور لن تحل قبل جلسة مجلس الوزراء أي نهار الخميس المقبل بس على الحالة أننا جئين على تأذين بموضوع الحكومة لو أعتقد وزراء التيار هن مهددين كمان بخطوات تصعادية بس رغم هالشي يبدو واضحا أنه التمديد لقائد الجيش كأنه رح يتم حاصل وبالتالي عامل تفجير إضافة هذا سيضاف هلأ مسألة التمديد لقائد الجيش أنا أعتقد أنه كل الأطراف باتت مقتنعة بأن الأمور ذاهبة إلى التمديد لقائد الجيش لأن لا يمكن اليوم تأمين توافق على كل متفق تيار الوطن الحر معارض هذه الفكرة معارض هذه الفكرة كما عرضها في المرة الماضية وحصل التمديد هل تيار الوطن الحر سيذهب إلى المزيد من التصعيد والتصعيد والتصعيد بمواجهة أي قرار بالتمديد لقائد الجيش أنا أعود وأقول بأن الصقف هو عدم الاستقالة من الحكومة كل الأطراف بما فيهم التيار الوطن الحر ترك خطواته مفتوحة لا أعلن موقف ولكن المعطيات والمعلومات تقول بأن الأمور لن تذهب إلى حدود الاستقالة من الحكومة هذا الاعتراض سيبقى قائم حزب الله في مكان ما أعتقد بأنه يريد أن يراعي تحالفه مع التيار الوطن الحر ولكن هو بمكان آخر لا يعارض التمديد لقائد الجيش وأنا أعتقد المهم في كل هذا الموضوع أي مواطن لبناني أن يكون هناك حرص على مؤسسة الجيش اللبناني حرص على استمرار عمل هذه المؤسسة لما تقوم به من دور جبار في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان في مواجهة المشروع التكفيري الذي يستهدف الساحة اللبنانية وأنا أعتقد بأنه نعم كل ضباط الجيش اللبناني يملكون الكفاءة كل ضباط الجيش اللبناني يقومون بدور جبار بس ولكن أعتقد أن إمكانية الحصول على توافق كامل حول اسم قائد جديد لجيش اللبناني في هذه المرحلة ليست بالإمكانية الكبرى وبالتالي لذلك نلحظ نحن بأن أغلبية الأطراف ترغب في التمديد لقائد الجيش الذي نجح في تقديم تجربة جيدة على مستوى مواجهة المشروع التكفيري في لبنان بالنسبة للوطن الحر بغض النظر نجح أو لا رفضوا منه لأنه ما نجح رفضوا لأنه فيه أنون فيه أمور يجب مراعاة وفيه مهلة وخلصت يعني فيه ضباط طنين كمان قد ينجحون يعني للأسف اليوم مسألة المهل والقوانين والدستور كله معلق مجلس النيابي ممدد إلو فراغ فيه سدة الرئاسي صار عمره يعني أكتر من سنة عندك موضوع التمديد لرئيس الهيئة العليا للإغاثي التمديد في كل المؤسسات حاصل اليوم لحتى نحن أستاذ رواد ما نحصر المشكل عندي تمسألة التمديد لقائد الجيش المشكل في لبنان أكبر تركيبة من أساسها التركيبة بأساسها في بيت التركيبة يعني غير قابلة للإستمرار نعم إذا ما ذهبنا الأساس 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 اليوم في إعادة صياغة سلطة جديدة في لبنان هذه الصياغة لا تبدأ إلا من خلال إقرار قانون انتخابي عادل يكون عنوانه الرئيسي النسبي كل من يعارض النسبية في لبنان هو يريد استمرار تعطيل الحياة السياسية اللبنانية نحن بحاجة إلى انتخابات على أساس قانون نسبي عادل يراعي تمثيل كل الأطراف وأي بحث آخر غير مجدي وغير مفيد ومن هون نحن نحن نشوف استقطال طيار المستقبل الخائف من نتائج الانتخابات بعملية المماطلة والتأجيل وعرقلة إقرار النسبية واليوم نحن لاحظنا مثلا الرئيس بري أشاد بموقف الطيار الوطني الحر يلي قال فيه جنرال عون نحن مع النسبية بشكل كامل هون الوجع وهون الحل وكل ما يجري هو مماطله في محاولة للوصول إلى مرحلة نقطر فيها للزهاب نحو انتخابات وفق قانون الستين لأن الكل يقول الانتخابات حاصلة في موعدها بس ولكن كل طرف يرغب في حصول هذه الانتخابات وفق قانون الانتخابات الذي هو يريده وبالتالي أنا أعتقد بأنه نحن مشكلتنا عند قانون الانتخابات وعند مسألة إجراء الانتخابات النيابية من هونيك بيبلش الحل لأنه نحن اليوم حتى شوف أنت التسهيلات اللي قدمها اليوم حزب الله أولا لما حسيد حسن نصر خيطا نعمل نحن سلي متكاملي وأنا ما بعرف ليش بال2008 باتفاق الدوحة كان المسموح بسلي متكاملي بينما اليوم ما بدنا سلي متكاملي هذه السلي تتعارض مع النظم والقوانين والدستور اللبناني اليوم حزب الله قدم تسهيل آخر وفق المعلومات المسربة اليوم في الصحف يقول فيها بأنني أنا مستعد إلى تزيئة هذه السلي يعني حكى عنها مبارح شيخ نعيم قاسم قال ودعا إذا ما فيه سلي متكاملي تجزئة الحلول والاتفاق على النقاط نقطة قبل أخرى ووضعها بعدها في سلة بدءا بقانون الانتخاب للأسف اليوم في طرف آخر ما بدوا يتلقف هذه المبادرة طيب نحن لما عم نحكي عن سلي متكاملي عم نحكي عن ثلاث بنود أساسيين انتخاب رئيس الجمهورية أنول انتخابات والحكومة حكومة حزب الله من هلأ سلم مش سلم سهل سعد الحريري موضوع عنون الانتخابات لدينا مشكل المشكل الرئيسي هو استمرار طيار المستقبل بمعارضة النسبية حينما يقر طيار المستقبل بأنه لا يمكن أن يعرقل هذا الإجماع على إقرار النسبية وبأن الحياة السياسية اللبنانية لا يمكن لها أن تكون سليمة إلا من خلال القانون النسبي عندها بينحل البند الثاني من مسألة السلة يبقى موضوع رئاسة الجمهورية أنا أعتقد أنه في قدرة لبنانية في حال نحن بدأنا بمعالجة الملفات الأخرى ربطا بالوضع الإقليمي الذي على ما يبدو بالرغم من اليوم اللي حصل من فشل للمحادثات الأمريكية الروسية هناك معطيات تقول في كل المنطقة هناك أناس بموقع المسئولية مقربين من مراكز القرار يحون بأن المنطقة زاهبة إلى حلول أعتقد بأن هذه الحلول تنعكس إيجابا على ملف رئاسة الجمهورية بس ولكن نحن بموضوع الحكومي وبموضوع عنوان الانتخابات ما حدا يجي يقولنا أن الموضوع بده تواقف فوق أمريكي روسي سعودي إيراني بس ما هي حتى التيار المستقبل اليوم رافض نوعيا لفكرة السل إذا ما شوف حديث الرئيس فؤاد السانيورة من كم يوم للسفير بيقول أن أي اقتراح للتسوية من خارج دستور هو مرفوض انزلقنا في الدوحة وكانت النتيجة سيئة بيعتبر أن الأولوية لانتخاب الرئيس بعضه استشارات نيابية وهي اللي تسمى رئيس الحكومي وليس من خلال سانية وانتخابة جنبية أنا ما أعرف كيف كانت النتيجة سيئة بمنظور الرئيس السانيورة ما وصلنا نتيجة جنبية إجاء الرئيس سليمان على أساس رئيس صوافق يطلع رئيس لي 14 أدار إجاء أنه الانتخابات أخذ تيار المستقبل البدوية أكبر كتلة في تاريخ لبنان قدر يحصل عليها تيار المستقبل من خلال قانون الذي أقر في الدوحة صح أو لا الحكومات المتعاقبة باستثناء حكومة الرئيس ميئاتي يلي هو أساسا جزء من 14 أدار كل حكومات محسوبة على تيار المستقبل لا لكن الرئيس ميئاتي كان الأكترية الصح قاله تماني أدار وتيار الوطن الحرب الوزراء كمان سانيورة سانيورة عطى مثل أنه فيه مثلا أعلان بعبدة تم الاتفاق عليه ونكث في حزب الله يعني ما بعرف أنا أعلان بعبدة هو مقدش لا بس أنه عم يعطي نموذج كيف من اتفقه بيجرع وبيغيره رأيهم بعتقد أنه أعلان بعبدة صار ورانا أساسا لأنه راعي هذا الاتفاق أساسا تبين أنه منه بالموقع الوسطي اللي بيحق له يكون هو جزء من الحل أو أنه أعلانه يكون جزء من نقطة اتفاق ما بين اللبنانيين تبين بأنه الرئيس سليمان هو جزء من مشكلة في البلد هو جزء من فريق 14 أدار وبعتقد أنه هذا الإعلان متمسكين فيه على قاعدة استهداف المقاومة هذا هو اللي بيعنيهم بس بموضوع الرئيس مئاتي لش أداء الرئيس مئاتي خلال تولي رئاسة الحكومة ما كان أبدا يصب في خانق فريق 14 أدار لدرجة أنه تهم حتى بأنه أشد حرصا على مصالح الحريري أنا نفست يعني خد مثلا موضوع المحكم الدولية موضوع ملف شهود الزور ونقرب عليهم كان هو أهم شيء بالحكومة اللي شكلت برئاسة الرئيس مئاتي هو مسألة تفتح ملف شهود الزور صح أو لا؟ موضوع المحكم الدولية شو اللي تغير بالملف؟ نعم أبدا كان حريص بالتوقيت أبدا على تلبية مطالب المحكم الدولية وملف شهود الزور سكروا رح نتابع بالحوار ولكن قبل خليلنا نتروح لعنتين لأن بلشوا المتحولين يوصلوا ننتقل إلى هناك مع الزميلة نانسي الصعب صباح الخير نانسي دقائق يمكن أو ربع ساعة تقريبا وتبلش الجلسة شو الأجواء قبلها؟ صباح الخير رواد طبعا يفترض على الأكثر بعد ربع ساعة أن تبدأ جلسة الحوار يلي تلي سلسية عينتين اللي انعقدت بأول شهر المقبل طبعا هذه الجلسة يلي تواجه رواد احتمال أن تكون آخر جلسة حوار بانتظار ما الذي سيحصل فعليا خلال هذه الجلسة لسيما لجهة ما سيتم البحث خلال هذه الجلسة طبعا رواد نبدأ بما يطرحه التيار الوطن الحر والتمني يلي بيحملوا التيار الوطن الحر اللي سيكون ممثلا اليوم برئيس التيار الوطن الحر الوزير جبران باسيل مشاركا لجلسة الحوار من بعد ما كانت طرحت عدة علامات استفهام عامة إذا كان التيار سيشارك في هذه الجلسة إذن التيار الوطن الحر مشارك في هذه الجلسة ليطرح مسألة المثاقية أولا وتفسير بند المثاقية لسيما أن كل الأزمات اللي يمر فيها لبنان منذ سنوات وحتى اليوم من التمديد للمجلس النيبي وحتى شغور برئاسة الجمهورية وحتى الأزمة الحكومية تنطلق كل من الاختلافات حول تفسير مسألة المثاقية يفترض كين رواد أن تبحث هذه الجلسة بتشكيل لجنة تنبثق عن لجنة الحوار أو تمثل أطراف طاولة الحوار للبحث بمسألتين مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات ولكن يبدو أنه ليست بند أساسي بقى مطروح رواد الوزير السابق نائب ميشيل المور قبل دخوله كنا عم نسأله من سيمثل بهذه اللجنة فكان جوابه أنه رئيسنا ببري سيطرح اليوم أو سيتم الطرح بجلسة الحوار اليوم مسألة رئاسة الجمهورية وبالتالي يبدو أنه هذا الأمر سيعود إلى أولوية الأمور اللي ستبحث علما أيضا أنه مسألة قانون الانتخابات ستأخذ حيزا مهما جدا لسيما لجهة الأفكار اللي بيحملها الرئيس نبيه بري من بعد ما كان فيه محاولة المرة الماضية حول قانون الانتخابات وانتهي نطمة بيت معروف إلى الخروج من أزمة عدم الاتفاق على قانون للبحث بمجلس الشيوخ والمركزية الإدارية رئيس نبيه بري يحمل اليوم أفكارا حول قانون للانتخابات يقوم على مرحلتين مرحلة أولى تأهيلية ينتج عنا مؤهلين للانتخابات النيابية على أساس أن النظام وفق النظام الأكسري وفق التصويت الأكسري بتقسيم إدارة هو القضاء يتخذ بهذه المرحلة الأولى سميته للنجنة ماذا يمثلكم بالنجنة بعد طولة بينك صليحني ما في أسان رواد أنا بحكمة ديب وصل إلى الحوار وكما تأكد نتمألنا قبل قليل أنه التائر الوطن الحرسي يكون مشاركا بالعودة إلى أفكار رئيس نبيه بري حول مسألة قانون الانتخابات كنا ذكرنا أن هذه الأفكار تنطلب من أن يكون القانون على مرحلتين مرحلة أولى تتم وفق النظام الأكسري وحسب التقسيم الإداري القضاء ليتم تأهيل أشخاص يخضون بالمحلتين الانتخابات النيابية وفق النسبية على أساس المحافظات الخمسة الكبرى الرئيس نبيه بري كان أخذ موافقة التيار الوطن الحر على هذا الطارح طبعاً بتبقى موافقة أطراف أخرى على هذا الطارح بيبقى مسألة موقف تيار المستقبل من هذه الأفكار أيضاً إذا كان سيقبل بهذه الأفكار لسيما أنه هناك طرحات تقول أن المرحلة الأولى اللي ستكون وفق نظام أكترهية لتأهيل الأشخاص وفق طوايفهم بمعنى أن تنتخب كل طائفة مؤهلين لخوض الانتخابات النيابية بالمرحلة الثانية وقت نظام النسبة إذن روار خلينا نقول أو نختصر هذا الجو اليوم الرئيس نبيه بري يحمل أفكاراً حول قانون الانتخابات والتيار الوطني الحر من جهة تانية اللي كان حذر إذا لم يكن هناك اتفاق على مسألة المساقية أو تفسير واضح لألة فهو يجد أن الحوار لا جدوى من استمراره هل سيبدأ الرئيس نبيه بري بمسألة المساقية هل يطرح تفسيره هل يكون اتفاق على هذا الموضوع بما يضمن استمرار مشاركة تيار الوطن الحر بالحوار وربما عودته إلى الحكومة خصوصاً أنه هناك دعوة لجلسة جديدة لألة يوم الخميس المقبل هي مسألة ساعة تتضح هذه الصورة رواد بخلال جلسة اليوم طبعاً نعم نانسي على الأكثر ستكون هناك ربع ساعة لبداية الجلسة رواد نانسي صعب شكراً لك على هذه المعلومات بطبع سنعود إليك في حال توفر أي جديد استاذ علي حجازي منتابع بالحوار كنا عم نحكي عن بالحوار اليوم بالحلقة مش بالحوار الوطني كنا عم نحكي عن الحوار الوطني قبل وكننا عم نحكي تحديداً عن أنون الانتخاب انتهينا منه إذا بدنا نتقل شوي لموضوع الرئاسي في وجه تنظر اليوم بالبلد بتقول أنه الأماليا اللي كانت معلقة على شهر قاب لانتخاب رئيس تبددت وانتهى الشهر كمان تمسك حزب الله بالعماد مشالعون كوبل برفض السعودة للعماد مشالعون بحسب معلومات اللي كنا عم نشوفها بالأيام الماضية وبالتالي كانوا بعدنا بالمربع الأول بهذا الملف يعني أنا لازلت عن قناتي بأنه ملف الرئاسي في لبنان مؤجل مؤجل لأن الملف اللبناني الملف الرئاسي تحديداً في لبنان ليس ملف داخلي بحث نعم كان في محاولة من الرئيس بري اللي جعل هذا الملف ملف لبناني بس ولكن تبين بأنه لا يمكن نتيجة ارتباطات فريق 14 أدار تحديداً أن يصبح هذا الملف لبناني بس أنا بالعبس بيقولوا أنه حزب الله الذي يعطل الرئاسي اليوم بلبنان لأتبارات سورية إيرانية يعني رأي فؤاد السانيور رأي كتار من 14 أدار هذا رأيهم بس ولكن الفيتو على ترشيح الجنرال ميشيل عون من وين إجر السعودية أو من السعودية سعودية حزب الله سابت بس بالمقابل مثلاً السعودية وتيار المستقبل وفعوا على السنمين الفرنجية اللي هو حليف لحزب الله صحيح حزب الله قال سمحت سيد حسد نصر الله ما عنا مشكلة بهذا الحليف ولا بهذا الحليف بس ولكن لدينا في التزام هذا الالتزام اسمه الجنرال ميشيل عون نعم هلأ هذا الالتزام حزب الله سابت عنده وقال بتكون تعالجوا موضوع الرئاسي روحوا لعندي الجنرال عون أنا اللي عندي يقلته نعم بس ولكن اليوم بمرحلة من المراحل حتى الوزير الفرنجية كموافق على ترشيح الجنرال عون صح أو لا من يجل فيتو طيار المستقبل ليش لأنه قيل بأنه والله وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصال لديه فيتو على شخص الجنرال ميشيل عون طيب لو من يومها طيار المستقبل اقتنع وكان يومها من دكتور جعجع بالمطلب الآخر اقتنع أنه والله هناك إمكانية للوصول على جنرال ميشيل عون إلى سدة الرئاسي كنا نحنا ما وصلنا إلى هذا الفراغ المستمر حتى يومنا هذا فيتو بالأساس إجاء من السعودية على ترشيح الجنرال ميشيل عون بس ولكن أنا أعتقد بأنه كل العقد التي نشأت حول ملف الرئاسي وكل الإحاءات بأن هذا الملف معقد تنتهي في لحظة التقارب السعودي الإيراني في ظل هذا التباعد وفي ظل هذا التصادل بس على حساب مين إذا عم نحكي عن تقارب السعودي إيراني الحساب واضح واحد من الاثنين جنرال ميشيل عون أو الوزير السليماني فرنجية اليوم عم نحكي بحلول وسطية كمان هذه الحلول وسطية مرفوضة جملة وتفصيلا أعتقد بعد التحالف الذي حصل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وبالمقابل التكتل المسيحي الآخر الذي وقف خلف ترشيح الوزير الفرنجية وفي ظل تمسك حزب الله بترشيح الجنرال ميشيل عون والتزام الرئيس بر بالمرشح المسيحي القوي والزام الكنيسة المسيحية النواب بأربع مرشحين من ضمن هذه الأربع الأقوية أعتقد الحديث المرشح تسوي غير قابل للتنفيذ بين العماد عون والوزير الفرنجية وهذا الموضوع مؤجل مؤجل لحين حصول تقارب إيراني سعودي وعلى ما أعتقد بأن هذا التقارب الإيراني السعودي لم يحن وقته بعد بعد الأمور السعودية تحاول التقدم في سوريا حتى أبنى فوت على الحلقة كان في تصريح للإمام الخامنى بهذا الموضوع يتهم السعوديين بأقصى العبارات ويقول أنه هن العمل الفتن والحروب بالعالم العربي والإسلام تحديدا بيقول لأنه هم من خلقوا المجموعات التكبيرية رايحين لتصعيد طبيعي جدا المنطقة اليوم يعني بالرغم من كل جو التفاعل يلبس خلال الأسباع الماضية حول اقتراب حلول إلى ما هناك أنا أعتقد أنه نحن صحيح وصلنا إلى الزروة بس لحظة انفجار الحل أو انفجار المواجهة موصل نيلة مع ترجيح أن يكون الانفجار لصالح حل في المنطقة لأن هذه الحرب العبسية التي تخاض بوجه السورية والتي تخاض بوجه اليمن لم تأتي سمارها واقتنعت كل الأطراف التي مولت ودبرت كل هذه المؤامرة على المنطقة بأن المشروع الذي حملوه سقط أمام صمود الجيش السوري وحلفائه أمام صمود الشعب اليمني وبالتالي حتى أمريكا تنعت أنه لا يمشي حال باليمن نعم هذه تركة الأشياء الأقليمي سنحكي فيه بعد الفاصل ولكن خلينا انتهى بخلاصة لبنانية يعني برأيك المفتاح الأساس للحل هو قانون انتخاب على الأساس النسبية الرئاسة مؤجلة لأعتبارات إقليمية دولية وليس لأعتبارات لبنانية والحكومة مكفية والحوار هو لحفظ هذا الاستقرار ولو بالصورة فقط ما في خيار آخر بالبلد اليوم في شمعتين مضيئتين بهذا المسار السياسي في ضو في أفق حل في أمل بعد هن اللبنانيين حريصين على أنهم يقعدوا مع بعض والشمعة الثانية هي مسألة الحكومية اللي يفترض أن يحافظ عليها الجميع لأنه في بأخرة نهار مصالح الناس استاذ رواد يعني اليوم خلينا نحكي شغلي مش منطقي بهذا البلد زبالي بالشوارع تقنين الكهرباء عم بيروح من قاسي إلى أقصى الوضع الاقتصادي المزري حالة الهجرة اللي حاصلة مسألة الغلاء الفاحس اللي حاصل فيعني أعتقد بأنه نحنا بحاجة إلى حل مش بحاجة إلى مزيد من العرقلي تخيل غدا أن يكون لبنان بلا حكومة يعني مثلا معلش مسألة إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين والموظفين كل هذه الأمور صار بدا حل هذه الطبق السياسية للأسف في لبنان لا تزال كل ما تسعى إليه هو مصالحها أما مصالح الناس عم تبقى دايما بالأخير يعني مثلا بعض الشيء بدي أحكي أنا شغلي مثلا اليوم ببعلبة ممنوع تعمر بيت عطت البلدية أذنة تسلح فيها لـ 105 بالعمار برأعطى وزير الدخلية قرار راحوا هبطوا السقوف للناس راحوا أخذوا المعمرجية على الحبوسات طيب يا خي ما علي شيء أنا هون بدي أحكي كواحدة من بعلبة نعم نحن نفهم أنه نحن مدينة أسرية وفي مناطق مش مسموعة فيها العمار بس أنا مش منطق يكون عندي عقار حق وملايين الدولارات تجي أنت تحط علي منع عمار ومنع استخدام وما عندك حل آخر خي أنت كدولي إذا هايدي الأرض أنت حريص على أنه هايدي من ضمن حرم الألعى أو إلى ما هنالك بدك إياها تفضل استملكها عطي حقوق الناس وخليها تفل خي ما بدك تخليني عمر هون عطيني تسهيلات بمحلات أخرى عمر بس أنك أنت تمنع البلدية تعطي رخصة ويدخل وزير الداخلية بشكل مباشر ويطلب هد السقوفي للناس ويطلعوا أربعمائة خمسمائة عنصر من الدرك ليحتجوا العمال فيه الناس كمان موجوعة مشاكل المعاشية والأمور الاجتماعية حتى كلها مهمة لبلبنان إذا بالتركيب الأساسي وما عم تركب فكيف حال بالأمور الثانية النفيات كمان خير مثال على ذلك موضوع الميكانيك اليوم عم عم تصمه ميشان وكمان مثال بالطول الأمثلة بعد الفاصل راح نروح على ملفين ملف الأول هو التحقيقات بتفجيرات طرابلس وما نتج عنه ولدات الفعل السياسية والملف الثاني هو المشهد السوري فاصل ونعود بعده المتابعة في حوار اليوم مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي عليه إجازية أهلا بكم من جديد وعودة لمتابعة في حوار اليوم مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي على حجازة بظل الأزمات السياسية المتفاقمة بالبنان إجا موضوع التحقيقات القضائية والقرار الاتهامي بتفجير مسجدية السلام والتقوى بترابلس ليزيد الطين بلّة بموضوع السجلات القرار الاتهامي بجانبه بيتهم المخابرات السورية وتحديدا بيسمي ضبطين بهذا المجال أنه هنا خلف هذه التفجيرات وبالتالي رجعت وولعت الأمور عن جديد بين لبنان وسوريا يعني أنا بأعتقد أن هذا القرار الظني فضح ماكنة الكذب التي يشغلها في الإعلام فريق 14 أدار ما هي أدار قضائي؟ 44 صفحة لم يرد فيها اسم رفعة عيد ولا الحزب العربي الديمقراطي ولو بحرف واحد بالرغم من أن كل المرحلة الماضية كانت عملية توظيف هذا التفجير لمواجهة الحزب العربي الديمقراطي ورفعة عيد والتعبئة المذهبية في داخل الطرابلوس وتصرف معها أشرف ريفي وكأنها دفتر شكات يتم صرفه في بنوك المذهبية والتعصب والتجيش والمناقرة السياسية خلينا نقول بس هنا يمكننا فيه أشخاص 44 صفحة بس بالمنفذين فيه أشخاص مقربين من الحزب العربي الديمقراطي لا خلي كل أهل الطرابلوس يطلعوا يجيبوا الرأي العام حيار رمضان مقرب من أشرف ريفي أكتر أو من رفعة عيد أكتر أشرف ريفي قاله بمقابلة تلفزيونية نعم أعرف حيار رمضان وهناك علاقة تربطني به بالعلم أنه كل الناس بتعرف في قلب طرابلوس أنه حيار رمضان والمجموعة المحيطة به كانت على خصوم تاريخية مع آل عيد هذه واحد اثنان في فكرة كتير مهمة أورد الوزير أشرف ريفي خلال مؤتمر الصحافي بيقول فيها أنه والله أنا أبلغني المكلف بمراقبتي بأنه مكلف بمراقبتي يعني أنا اللي مكلفين ويرى ابني إجا خبرني إجا خبرني طيب أنا هون بدي أسأل للوزير الشرفي في أول شيء يطلع يقول للرأي العام أنه تفضلوا فلان هو المكلف واللي كلفه هو فلان نعم تانيا هو انسحب من مزد الطقوة قبل بعشدائي من حصول التفجير طيب هاللي كل بلغوا بأنه قد يكون هو المستهدف بأي عملية ما ممكن يكون أيضا هو اللي بلغوا أنه فيه تفجير وآمن صحب قبل بعشدائي شو بردو يتركوا ليش نسحب قبل بعشدائي هذا سؤال صدفي واتهام الحزب العربي الديمقراطي ورفع تعيد والدعوة إلى حل الحزب العربي الديمقراطي على أي أساس طيب اسمه هم أربطاش قدار دائما بيقولوا أنه بعد كل شغلة هم عندهم اتهام سياسي أو الاتهام القراري نحن يعني عملية تجريم الناس واتهام بسفق دباء الناس مسألة سهلة أنه اتهام سياسي يعني نحن كان فينا نقول مبارح لما حصلت التفجيرات بقلب طرابلوس أنه والله طيار المستقبل يقف خلف هذه التفجيرات بس يتبين العكس من أنه والله هذا اتهام سياسي عملية توظيف الدم في اللعبة السياسية انتهت شبعنا مننا من الالفان وخمسة لحلق خلص إذا حتنا على هذا الموضوع في موضوع العلاقة لعناصر واضباط من رتب عالي من المخابرات السورية يعني أنا ما بعرف شغلي طبعا هذا القرار الظمني اللي صادر يفترض إذا كان في حكومة لبنانية في وزارة عدل لبنانية بس هون بالمناسبة قبل ما ننسب موضوع الوزير الشرفيفي على أي أساس المجلس العدلي بيسلموا القرار الظمني إلو؟ كيف على أي أساس؟ مبارح الرئيس حسين الحسيني اعتبر هذه مخالفة يعني هو يا وزير عدل مستقيل يا مش مستقيل تانيا بتعرف أنه القاضي ألاء الخطير تعرض للتأنيب في مكتب الوزير الشرفيفي لأنه سلم نسخة عن القرار الظمني للرئيس الحريري قبل ما يسلموا النسخة إلو؟ تعرض للتأنيب في مكتب الوزير الشرفيفي كيف تبسلم لأنه إن شاء الله الوزير الشرفيفي أو أي أحد أو الرئيس الحريري أنه يعني كثير حرصين على دماء الناس اللي راحت حرصين على المزاوة دي حرصين على التنافس في الخطاب المذهبي وتجيش الشارع لا أكتر ولا أقل بموضوع الضباط السوريين تتفضل الحكومة اللبنانية تستخدم الأصول المتبعة بين الدول وتوجه كتاب إلى الحكومة السورية إلى الجهات المعنية القضائية والأمنية في سوريا تطلب فيها تسليم هؤلاء الضباط هنون بقام بتجربة سابقة مثل وقت اللواء على مملوك وملف مشال سيح لا بقام بتجربة سابقة المشكلة عند هذه الحكومة أنه ما بدا تعترف أنه في حكومة في سوريا قائمة على عملها وأنه في حكومة في سوريا غسمن عنهم هي حكومة شرعية وحكومة يتعاطى مع المجتمع الدولي إلا نحن عم تخدوا الأمور بمنحة تانية لا مش بمنحة تانية للأساس هل سوريا هي من ارتكبت هذه التفجيرات أو لا هون نقطة الأساسية أنا رحل لك شغلي أنا ما رح أشتغل بموقع القاضي نعم أنتوا عم تقولوا بهذا القرار الزني أنه فلان وفلان ارتكبوا هذه الجريمة بالقضاء ما في تخمين نعم وبالقضاء ما في اتهام سياسي بالقضاء في أصول الأصول بتقولوا تفضلوا خاطبوا الحكومة السورية ومش بتطالب أنت بطرد السفير السوري في لبنان أنه شو كان الحل لتشوف أنت درجة التوظيف السياسي بدل ما أنت تروح تخاطب الحكومة السورية وتحكي معها وتقولها تبين بتحقيقاتي أنه هؤلاء صبات اتنين بغض النظر إذا صح ولا مصح نعم هن المتهمين رحنا نحن نطالب بطرد السفير السوري وللأسف المفارقة أنه نفسهم اللي كانوا كل يوم عم بيطالبوا بعلاقات ديبلوميسية ما بين لبنان وسوريا هن نفسهم طلعوا يطالبوا اليوم بطرد السفير السوري علما أن السؤال المطروح يعني السفارة السورية بالوقت يالي اليوم أصبت أصبت سوريا أنه ما عندها حسن نية هيا وجهة نظرهم أنهم ما عندها حسن نية أنه ما عندها ترتكب تفجيرات بحسب أنا رح قال لك ليش ما عندها سوريا حسن نية ما عندها بالنسبة لأنهم حسن نية لأنها ما تركت المسلحين اللي كان مشروعا احتلال جزء من البطاعة الشمالي ووظفت طيرانا وزيشها ومدفعياتا بالليل وبالنهار لاستهداف هؤلاء المسلحين في الجرود ما عندها سوريا حسن نية لأنها شاركت مع حزب الله بالنسبة لهم في حماية الحدود اللبنانية من عكار حتى الزبداني نعم حسن النية السورية تبرهنت من خلال أنه سوريا ساهمت بمرحلة من المراحل أستاذ رواد مثلا معركة القرامون كانت حاجة لبنانية أكتر مما هي حاجة سورية يعني بالنسبة للجيش السوري كان بالنسبة لإله تحرير حلب أهم اليوم بالمرة من تحرير القرامون لأنه بالانعكاس الإيجابي لهذه العمليات العسكرية المستفيد الأكبر من تحرير هذه المناطق هو الأمن اللبناني وليس الأمن السوري بس بالمقابل برهنت سوريا حريصة على أمن لبنان بالوقت اللي سوريا حريصة على أمن لبنان لا بده يكون فيه بالقرار الاتهامي تورط لضباط من المخابرات السورية بالتفجيرات يا أستاذ رواد برجع أقولك أنا ما رح حط حالي لا بموقع المدافع ولا بموقع الرافض هذا القرار الزلد يحتاج إلى ترجمة هذه الترجمة تبدأ من خلال التواصل مع الحكومة السورية لا معي ولا معك ولا بالتوظيف في الإعلام ولا بيطارد السفير السوري أنه علما هذه الدعوات الأقليمة لها بنهاية المطاف أشرف ريفي يجب أن يدرك تماما بأنه هو فاز في انتخابات بلدية طرابلس المكلفة بمعالجة مسألة مدينة طرابلس ما حدا مكلفه بالشأن اللبناني ككل يعني ساعة بده يطرد المفتة وساعة بده يحتل دار الإفتاء وساعة بده يطرد الساعة أنت ربحان ببلدية حبيبي البلدية شغلتها تعمل إنماء تلمز بالي تأمن مياه تنظم سير نعم مش شغلتك أنت تعيم مفتي وتشيل مفتي وتطرد سفير وتجيب سفير رحم اللهم رئن يا معالم وزير عارف أحده فوقف عنده هل أتحزمك بلدية بكرة بس تربح بالانتخابات وتعمل كتلة انتخابية كبيرة ووزنة صحتان على قلبك أطلع أحكي لبدك إياه أما أنت هلأ بس أنتقل إلى الملف السوري أكيد نبدأ من الميدان قبل السياسة نظر أن التفجيرات التي هزت أربع محافظات سورية اليوم صباحا طرطوس حمص ريف دمشق الحسكي بشغلة ليفت أنه تقريبا متزامن صاروا كل هذه الشغلة ليفت أنه بعد إعلان الفشل الأمريكي الروسي في المفاوضات أن تحصل هذه التفجيرات وكأن هناك مشغل خارجي يريد أن يقول أنا لازلت أملك أزرع في سوريا قادر على استخدام لحظة ما أشاء طبعا هذه التفجيرات مداني هذه الدماء التي سقطت هي دماء بريئة طاهرة لا علاقة لها يعني مثلا التفجير على طريق طرطوس بالقرب من جسر صفيتة كل يتساوى من روح على هذه المنطقة ويعرف أن هناك تجمع المدنيين للتوجه باتجاه وظائفهم وأعمالهم هونيك ما في نقطة عسكرية لا تقصف ولا تضرب ولا في مطار حربي بس ولكن هؤلاء حينما يهزمون في الميدان يذهبون إلى استهداف المدنيين لو كان عندهم زرة من الرجول ومن الحرص على دماء السوريين أكيد ما كانوا استهدفوا مثل هذه التجمعات لمدنيين يعني أنا ما أعرف على طريق الصبورة إذا فيه أكثر من نقطة جيش حتى العلاصر اللي فيها بأغلبهم أنت بتطلع يمكن وتشوف غير مسلحين لا يحملون أسلحة هدفهم كشف إذا ما كان أحد السيارات مفخخة ومن هنا تأتي أهمية الحواجز لأن بالمناسبة كل التفجيرات حصلت على الحواجز بعد طلب العناصر اللي موجودية على الحواجز بالوقوف على اليمين لتفتيش هذه السيارات تحية إلى أرواح هؤلاء الشهداء بس ولكن بالتفسير بيخسروا مبارح حلب بيعملوا اليوم تفجيرات بتصيب المدنيين تشعر أمريكا وكأنها ضعيفة على طاولة المفاوضات ويتعاطى الروسي من منطلق القوي تأتي هذه التفجيرات وكأنه يراد القول لروسيا ولسوريا ولإيران ولكل الحلفاء بأننا نحن لا نزال نملك أوراق قوي في الداخل السوري بس ولكن أنا لا أعتقد بأنه تفجير على حاجز هنا أو هناك قد يسقط نظام أو يغير في معادلة عسكرية إنما هو تعبير مش عن إفلاس هو تعبير عن جبن أكيد مش من فلسين وهذه العبارة أنا بتستفزني هو تعبير عن جبن هو تعبير عن ضعف في الميدان من يريد أن يثبت نفسه قويا في الميدان كان عليه مثلا البارحة أن يمنع الجيش السوري وحلفائه من إعادة إحكام الطوق على الأحياء الشرقية في حلب ولكن استشعار الطرف المشغل في الخارج بقرب نجاح الجيش السوري وحلفائه ببدء عملية تطهير واسعة لحلب وهذا ما يحظى بإجماع دولي يدفع هؤلاء إلى مثل هذه الأعمليات علما بأنه أعتقد أن الحياة الطبيعية يعني أنا دائما أسأل بيروح الجيش السوري بيطوق حلب في فائد على المستوى البعيد وعلى المستوى الاستراتيجي أنت أحكمت الطوق حول حلب العاصمة الثانية لسوريا وبتقدر عبكرة ببليش تحرر أحياء في حلب وتعلم بعد فترة تحرير مدينة حلب باستفجير على حاجز في طرطوس شو بيقدم أو بيأخر بالمشهد العسكري صحيح عبكرة بترجع الحياة الطبيعية يعني عملية القصف اللي كانوا يقوموا فيها مسلحي دارية للعاصمة السورية ديمشق هل منعت عن هؤلاء أن يخرجوا أزلاء من مدينة دارية ويذهبوا إلى المستوعب مستوعب وهن بيعرفوا كلمة مستوعب شو بتستخدم بإدلب للأسف جماعة لو هن بيطعاطوا أساسها منذ البداية لو كان عندهم درجة من الزكاء كانوا أكيد وضعوا مختلف اليوم على الأرض في سوريا بس ولكن عدم وجود حاضنة شعبية حقيقية وعدم وجود مشغل واحد يعني شوف اليوم ناس بيكونوا عم بيقاتلوا بحلب بيزقفوا لهم الأتراك حتى ما نقول كلمة تانية تستخدم مع اللي بدوا يكون عنده شيكل بقدام بيته ويجيبه بيقولون نتفضلوا وبدنا نحرر قرى بريف حلب بيتركوا جزبها بحلب وبروحوا لعندهم معلمون التركي جزء آخر بيكون عم بيقاتل بحلب بتقولون السعودية تفضلوا لشوف بدنا نروح نعمل معركة بحما بيتركوا المعركة بحلب وبروحوا على حما هيدا المعارضة اللي بيسموها معارضة في سوريا وطبعا اليوم الجيد في الموضوع الموقف الروسي أنا صراحة مسرور جدا بهذا الإصرار الروسي على عدم القبول بالشروط الأمريكية للوصول إلى اتفاق تسوية في سوريا كان عم بيحاول الأمريكي في مكان ما أن يفرض وقف إطلاق نار في حلب أن يوقف عمل الجيش السوري أن يفرض منعا لتشغيل الطائرات الحربية في استهداف المسلحين في حلب وهذا المشكل كان لفت إليه سماحة السيد حسن نصلى حينما قال بأنه لما حررنا خان طمان لو تركنا دون أن تفرض هدن علينا كانت الأمور بحلب مختلفة تماما يعني على المرة الروسية أقرب إلى الموقف السوري الإيراني صحيح أقرب مئة في المئة يعني الأمريكي حاول لما استشعر حجم التقدم طبع الجيش السوري وحلفائه في تلك المنطقة حاول يفرض هدني رفض هذه المرة الهدنة الطرف الروسي وقال لن نلتزم بوقف إطلاق نار يستفيد من المسلحين في السوري أمريكي بحسب التسريب وبحسب التسريحات وأنه بدون منفذين بحلب لحتى يقبل يسلم رأس جبهة النصرة وهذا ما رفضه الروسي على ما يبدو أساسا بعض المشكلة الواضحة بين أمريكا وروسيا مسألة التوصيف من هو إرهابي ومن هو معتدل صح هلأ أمريكا تتعاطى مع أنه جبهة النصرة هي تنظيم إرهابي بس وليك روسيا روسيا تعتقد بأن أمريكا لا تترجم هذا التوصيف فعليا بالعمل العسكري وبأن أمريكا حاولت طوال المرحلة الماضية بالأداء التي كانت تقوم في سوريا حماية جبهة النصرة وإبعاد جبهة النصرة على الاستهداف من قبل التحالف الدولي أيضا روسيا تتهم أمريكا بأن هناك بعض الفصائل التي تريد أن تعتبرها معتدلة هذه الفصائل ليست إلا غطاء لحماية التنظيم الأساس على الأرض الذي هو جبهة النصرة أيضا روسيا أمريكا تريد أن تصنف بعض المجموعات الإرهابية في حلب على أنها ليست إرهابية علما أن روسيا مصر على توصيف هؤلاء بأنهم تنظيمات إرهابية وأنا أعتقد أن المعيار الأساس لتقييم أي مسلح في سوريا هو المعيار الذي وضعه الرئيس الأسد حينما وصف كل من يحمل السلاح في سوريا بمواجهة الدولة بأنه إرهابي علما أن المنطق والعدل يقول ذلك يعني أنا ما بعرف إذا ما خرج عبكرة مسلح في السعودية لمواجهة النظام الغاشم في السعودية هل ستعتبر أمريكا بأن هذا المسلح معتدل؟ أن تلقائيا سيكون التوصيف إرهابي إرهابي إذا خرج مسلح عبكرة ويحمل السلاح في الأردن أو في الكويت علما أننا لا نتمنى لأي دولة عربية أن تواجه ما وجهته سوريا الطبيعي جدا أن توصيف هؤلاء سيكون بأنهم مجموعات إرهابية أما في سوريا في هذه السياسة تخياره فقوص معتدل ومش معتدل معيار واحد كل من حمل السلاح بوجه الدولة السورية وبوجه أي دولة في العالم هو إرهابي بالنسبة للمتغيرات اللي نشوفها بالمشهد يمكن الأكبر هو المتغير التركي اللي يلي عم بيكون نحكى عن انفتاح كبير من تركيا تجاه دمشق عبر البواب الروسية حتى رئيس الحكومة التركية بن علي يلدرم بيقول الآن إن شاء الله اتخذت تركيا مبادرة جدية لتطبيع العلاقات مع مصر وسوريا برأيك أنجزت الاستدارة التركية؟ لا أعتقد لا أعتقد كل شيء عم نشوفه ولا تعتقد يعني في جزء من المعلومات التي سربت في وسائل علام معينة خلال الأسبوع الماضي تبين أنه ليست بالضقيقة مثلا كرميل اليوم قال بأنه الحديث عن لقاء ما بين الرئيس الأسد وأردوغان هذا نفيل كرميل اليوم نوفية اليوم وبالتالي أنا أعتقد بأن تركي بس هنا عملكة عن تصريح رئيس ككومة التركية هذا تصريحه أنا رح لك على مستوى الأمن فيه تواصل روسي تركي نعم روسي أو سوري سوري تركي برعاية روسية في بداية تواصل في شيء عم يشغل على المستوى الأمني وفي لقاءات سورية تركية رفيعة المستوى تجري نعم بس ولكن الرهان على انقلاب كامل بالموقف السياسي التركي هذا الرهان لحد الآن لا يمكن يعني أخذه بعين الاعتبار قد يكون هناك توجه لدى تركيا لإعادة رسم خريطة جديدة في موضوع الملف السوري بس ولكن هذا الطريق طويل لا ينتظر أحد من أردوغان أن يخرج غدا ليقول بأنني تصالحت مع الرئيس الأسد أو أن العلاقة مع سوريا عادت لتكون طبيعية أردوغان كل ما يعنيه اليوم من ملف السوري والذي دفعه إلى تغيير سياسته هو ما يجري بالموضوع الكردي لا أكثر ولا أقل أما مسألة بقاء الرئيس عدم بقاء الرئيس ترشح الرئيس لولاياتين أو لعشر ولايات أو لمئة ولاية مسألة الحكومة في سوريا من يشارك فيها ومن لا يشارك فيها هذا الموضوع تركيا لا يحق لها لا أن تشارك فيه وليست معنية بأن تضع شروطها لأن الميدان هزم تركيا والمهزوم لا يضع شروطه مع أنه في البعض بحطوا بتحليلات أنه إنجاز حلب يلي رجع تم بالأمس والأتراك إلهم فضل فيه ألغط مزحي الأتراك إلهم يد في إسعادة المسلحين لكليات التسليح مع قرابة الشهر وإذا بتذكر استشرسوا لتحصيل هذه الكليات قبل وصول أردوغان إلى روسيا للقاء الرئيس بوتين استشرسوا هلأ التركي كل المطلوب منه شو قال له الروسي قال له انطر المطلوب منك التالي سكر حدودك وم61 طالب منك شي بالمقابل نحن ملتزمين بوحدة الأراضي السورية لش مين قال أنه مسألت وحدة الأراضي السورية قابلة للبحث أنه هيدا الجيش السوري اللي عم بيقتل بدير الزور واللي من أشهر راح باتجاه الرأة والجيش السوري اللي عم بيطوق حلب وجيش السوري اللي عم بيخوذ معارك عنيفة بريف حمن أنه عم بقصم لا أكتر من هيك حتى لا يقال بأنه جيش السوري كان بلحظة من اللحظات عم بفكر يقصم آخر جبها فتحها وراح تطهرها هي ريف اللادئية نعم استشرص في القتال دفاع عن حمص ولتحرير حمص من هؤلاء المسلحين فكرة التقصيب هذه فكرة تجي ببال أردوغان نائب جنبلاط بس ولكن بالعقل السوري عقل الدولة السورية الفطر السوري لا يقبل أبدا بأي شكل من الأشكال والرئيس الأسد بكتير من الاجتماعات الداخلية كان يقول سوريا إلى آخر متر نعم ما في هذا مشروع التقصيم إلى ما هناك وبالتالي التركي اليوم يطبلونه التركي خمس سنين ارتكب من الجرائم في سوريا ما يكفي لأن يوصف أردوغان بأنه المجرم الأول في هذا العالم المجرم الأول الذي دمر سوريا ودمر حلب ودمر الشمال السوري هو رجب طيب أردوغان والذي أخضع أخضع رجب طيب أردوغان هو الميدان هو جيش سوريا هو حزب الله هو حركة النجباء هي هيدا الناس اللي قاتل في سوريا أردوغان لما استشعر أنه هيدا النار أو بالأحرى لما استشعر أنه الأمريكي عم يرسم له فخ في سوريا من خلال استخدام وركة الأقراض فاء على حاله قال أنه أنا حريص على وحدة سوريا وأنه يعني الأمور في سوريا لا يمكن لها أن تستمر وفاء على فكرة أنه أنا أريد أن أعمل مصالحات لأنه حتى من خارج الميدان السوري في اليوم الذي سقط فيه نظام الإخوان المسلمين في مصر أردوغان استشعر بأن المشروع الأكبر الذي كان يخطط له قد سقط وليلة الانقلاب استشعر أردوغان بأنه هو الأضعف في الحلقة يعني ما عليش خمس سنين نطرينا الرئيس الأسد لا يسقط كنت راح تكلف الشغلة بتركيا ست سبع ساعات هلأ بتقول لي شو الموقف سلبي ولا إجابي من اللي جرى هيدا نقاش آخر نعم بس ست سبع ساعات شفنا فيها أردوغان مضطر أن يخاطب شعبه عبر برنامج على الهاتف أما الرئيس الأسد فلا يخاطب شعبه إلا من نص دمشق نعم هذا الفرق هذا الفرق كان في كتير تلويح تسوية وأنه حتى الروسي بدوا التسوية قبل الانتخابات الأمريكية يضمن أنه كلينتهم ما ترجع تشطح إذا فازت هي بالرئاسة اليوم وخصوص بعض الساعات الأخيرة وفشل التفاهم الأمريكي الروسي رجعت خفت الأمال باحتمال التسوية للأزمة السورية قبل انتهاء ولاية أوباما يعني واضح أنه المفاوضات فشلت والخلاف اللي كان من سنتين وثلاث أسنين بعد هو نفسه يعني الأمريكي يريد أن يستخدم بعض الفصائل ورقة له على الأرض لا يكون قاعد على طاولة المفاوضات وعنده هذه الورقة موجودة بأيد وعم يستخدمها نعم الروسي لا يريد أن يعطيها هذه الورقة هو عم بيقول له فيه ميدان بدك تتعطى معه بالعقل بالمنطق ما فيه فصيل معتدل في سوريا يعني يمكن بمكان ما الروسي بيعتبر الجيش الحر أنه هو تنظيم معتدل بس الميدان يقول عقل ذلك لأنه عناصر من الجيش الحر ارتكبت فضائع أخطر بكثير مما ارتكبت وحتى جبهة النصرة أكل أكباد العسكريين في سوريا بيعتقد أنه قلوبهم كان عنصر بالجيش الحر حتى أن الجيش الحر اليوم هو مجرد ورقة تركية على ما يبدو يراد استخدامه أيضا لتحصيل شيء ما للأتراك على الأرض هذا الأمريكي لا يزال يتعاطى وفق نظرية أنه الأقوى فيما الميدان يقول عقل ذلك من هون بيجي كلام السيد حاصر نصر الله الدائم بأن هذا المشروع سيسقط وبأنهم يجب عليكم أن تدركون بأن هذا المشروع لن يمر في سوريا وبأن هذا المشروع حتى نهاية المطاف مشكلة الأمريكي أنه لا يريد أن يقتنع بأنه هو والسعودي والتركي وفي مرحلة من المراحل قطر التي يعني أعطت أقصى ما يمكن أعطائه في سوريا ما لم يحققوه في الميدان لن يحققوه في السياسي وبالتالي اليوم الطبيعي جدا الروسي أن يتعاطى بطريقة جيدة بطريقة يشعر فيها الطرف الآخر بأنه مرتاح لأن نظرة بسيطة أستاذ رواد على الخارطة في سوريا حينما تقول بأن دمشق آمنة حينما تقول بأن محيط دمشق دارية مثلا تم إخلاء المسلحين منها ومعظميين الكشام وما سبق من إنجزاب كانت قد حققت في الغططين الغربية والشرقية وأيضا تحرير القلمون لما له من تأثير على موضوع العاصمة السورية دمشق حينما يعلن عن مصالحة كريبة يخرج فيها مسلحي حي الواعر وبالتالي تعلن مدينة حمص منطقة آمنة حينما تصبح حلب ضمن نطوق يشكله الجيش السوري وحلفائه أعتقد حينما تصبح يعني نحن بمرحلة من المراحل خلينا نتذكر استاذ رواد ما كان في طريق على حمص كان ممنوع تطلع على حمص ما كان في طريق على حلب ما كان في طريق على حمى كنت ما تقدر تنزل على الشام بالليل فمن هذا المنطلع طبيعي جدا الروسي يجي يقول له يا خي أنت ما بتتحط شروطك علي والسوري والإيراني وكل الناس نفس المرضى أنه ليش أنت بك تحط شروطك علي تعال شوف على الميدان أنت وين وأنا وين يا خي ياخد أنت الرأة ما في مشكل عبكرا بس تتحرر حلب وينجز تحرير حلب بتشوف أنه الرأة بأيامي بيرجع بيخدها الجيش السوري نعم يعني وأنت يا حبيبي أنه شو عندك وهم بدون يتذكرونها يوما ما يوم اللي قالوا أن السيد حصر نصر الله لقد نسبوا كمين لتنظيم القاعدة في سوريا وبكرا وشوف المقتلة لهذا التنظيم ستكون في إدلب لأن هؤلاء لا يستشعرون بأن كل العالم تخلى عنهم وأنا دعوتي ليس لهؤلاء المقاتلين الأجانب في سوريا هذا ما لهم عليها كل سوري حامل سلاح اليوم سلم سلاحك اليوم أحسن ما تسلموا غدا مرغما اذهبوا باتجاه المصالحات هذا المشروع في سوريا سقط وفي طريقه إلى الزوال نعم نحن الوقت تهبس بعد موضوع ما حكينا فيه موضوع الأمن في لبنان بدوء التطورات بالمنطقة يمكن نهار الأربع الماضي اللعب والانفجرت بزحلة أخذت كثير من التحليلات بشكل سريع هل هي مؤشر على عودة المسلسلات الأمنية أو لا هي حادثة أنا خليني أقول بكل وضوح أقصى ما يمكن أن تقوم به الأجهزة الأمنية عم تقوم فيه الجيش اللبناني وجهاز المخابرات ومعهم حتى فرع المعلومات وكل الأجهزة الأمنية اللبنانية عم تقوم بعمل جبار نعم ونعم كان هناك مشاريع كثيرة تستهدف الأمن اللبناني ولكن نتيجة المتابعة والرصد والعمل الدقوب نجح الجيش اللبناني ومعه الأجهزة الأمنية الأخرى في منع هذه التفجيرات يعني إذا نحن جينا تطلعنا على الأقليم تطلعنا حتى في أوروبا نجد أن الأمن اللبناني أفضل بكثير من بقية الدول وبالتالي نعم هناك من يريد أن يفجر هناك من يريد أن يخرج ولكن في المقابل إجراءات مع التسكير وضرورة التسكير بأنه لو لا تحرير القصير ولو لا تحرير جرد القلمون ومحاصرة المسلحين في عرسال لكان الوضع في لبنان أشبه بما هو الآن في العراق شكرا لك الكتب المحلل السياسي على الحجازة على هذه الحلقة شكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة على أمل لقاء في مواعيد أخرى ضمن حيواليوم شكرا للمشاهدة